طيب ميديو مشاكل فرقع وكسر الدنيا أحمد حيني ظهر بس كان جنبه شرين عبداللهياب شرين عبداللهياب شرين عبداللهياب صوت رائع وأنا بحبها جدا بس في الفيلم ده كممكن حد تاني غير شرين عبداللهياب لأ شرين كانت نكحة جدا في الوقت ده وطلع من كمغنية كمغنية وأنا كنت محتاج لحلمي حدي سابورت بشكل قوي جدا عشان دي بأول بطولة وأنا خايف عليه ولو التجربة منك حدش حلمي اللي هو صاحبي برضو هيبقى في خطر فأنا لازم أحط له كل ودي على فكرة مهمة جدا فيه ناس بتبقى بتشوف المنتجين أنه عشان أول بطولة لازم أعمله لو بودجت ولما يبقى كرامات ويجيب إرادات أبدأ أصرف على الفيلم العكس صحيح العكس تماما الرشدة بتاعت الموضوع ده أن أنت في أول مشروع لحد أنت بترهني عليه أو بتستثمري فيه أو تصنعيه لازم تديله كل شيء كل حاجة تقدر تقدر تقلز بتاعتك تقدر تعمليها اعمليها في الفيلم الأولين لغاية لما أو في البروجيكت الأواني حتى لو دراما مسلسل وعايزة بتقدمي بطل في الدراما الأول مرة حطي كل ما قطيتي من عندك تقدر تحطيه حطيه في البروجيكت ده في الكونتين ده بعد كده ابدأ يحسبيها تجاري بقى آه بيزنس بقى لكن في الأول فني طب كان فيه كلام إن 55 إسعاف وإن الناظر هيبقى لهم جزء تاني هل الكلام ده مظبوط ولا هو مظبوط ليه ما حصلشه إزاي يحصل والله مش أنا اللي بطلوب أنا بلاقي طبعا الحمد لله إنه 25 فيلم اللي أنا عملتهم كل يوم عايشين على الكوميكس فبعض الناس بتطلب جزء تاني من الأفلام أو إنت وعدت أو إنت قلت أو بتاع أما بعض مع صناع العمل ما بيرفضوش بالعكس بيشوفوا إنه برة لو براند واحد من الأعمال دي موجود كانوا زمانهم لأعمالهم 50 أجل يعني النهاردة هوا ملون وهوا ملون وان وطو ومن أول ده ده فاضر في 55 إسعاف إحمد حلم موجود ومحمد سعد موجود لكن الناظر على أول الدين مش وجود ابن الناظر ما إحنا الوقت اللي شغلين على البروشيك ابن الناظر فان ها الطفل اللي تولد عشور اللي تولد في آخر الفيلم مين بقى يبقى عشور هايبقى مصطفى غريب إن شاء الله مصطفى غريب مصطفى غريب مصطفى ده مخاطر وشبه وشبه عراق ديروتور ترامو فإحنا شغلين على الموضوع تطوير السيناريو عشان تغذي رزق فإن أنت تقدمي ابن الناظر أو أو تغيري حاجة ليه علاقة بالمشروع ده لازم يكون السيناريو أو الفكرة اللي هيتبني عليها المشروع قوية جدا طبعا لو ما كانش كده مش عامله ولازم الأبطال كلهم يبكونوا مختلفين وكلوا إن جدا لازم طبعا أنا اللي هيخرج شريف عرفة ولا أنت والله لسه ما تكلمناش في الموضوع ده بس لما يبقى مشروع نقدر بقى طبعا لو شريف يبقى عظيم لأنه هو الولد فيلم الناظر فطبعا هيبقى جميل جدا